السلام عليكم مرحبا بكم في الدرس الجديد على القناة ديلكم استفاهم معا كما شاهدوا في العنوان اليوم إن شاء الله غنوريكم كيفاش نقدروا نسحبوا الأموال ديلنا من بايونير للبانك المحلي اللي في البلد ديلنا بكل سهولة فكيف كنعرفوه كاملين باش نستفدو من المبالغ اللي كتوصلنا للحساب البايونير الخاص بنا سواء من مواقع أجنبية أو أصدقاء أو حسب العمل ديلنا كفريلانسر يوتوبر أو دروبشيبر فهذا المبالغ عندنا طريقتين باش نقدروا نحولوهم للحساب البنكي المحلي في بلدنا وأول طريقة هي بيع السولد يعني كنبيعو الفلوس اللي عندنا في بايونير بالدولار مقابل الدرهم عن طريق معاملة كنقوموا بيها مع المشتري احنا كنرسلو لي السولد بالدولار وهو كيصفت لنا لمقابل ديانو بالدرهم في الحساب البنكي المغربي ديالنا لكن ما كنصحكمش خطي بهذا المعاملة لأن فلوسكم كتكون في خطر خصوصاً أن هذا المجال ولا عمر بنصابة وما كنش الضامن لأنك انت كترسل لي الفلوس ولكن ما كتضمنش مية في المية بأنه غادي يستفتلك المقابل ديالها بالدرهم لكن إلا كانش واحد دقة وكتعرفوه فما كنش مشكل أما طريقة الثانية وهي الآمنة وهي اللي غنشرح لكم في هذا الفيديو فهي تحويل الأموال مباشرة من الموقع أو تطبيق الخاص ببايونير إلى الحساب البنكي المحلي ديالنا اللي أصلاً احنا ربطناه مع بايونير فاش كنا بننشأو حساب بايونير إذا كيف سنفعله لكي نحول هذا الفلوس ديالنا من بايونير للحساب البنكي المحلي وكذلك شحل الاقتطاعات اللي كتكون على هذه المعاملات هذا الشيء اللي غنوريكم اليوم إن شاء الله لكن قبل ما بدأوا الدرس ما تنسوش خطي الضغط على إعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بالمجاة وما فيها بس تدرو الشراك في القناة بشيء يوصلكم الجديد ديالنا أول بأول إذا عربة ركت الله إذا وجهت البرنامج على الشكل التالي كنجيو هنا كندخله البرامتر من بعد هنا كنختاره مثلا لانج باش نحاوله نبدله اللغة ديال الموقع باش كل شيء يفهم بالعربية ثم غنجيو لهذه البطاقة اللي عنا سولت فيها 236 دولار مثلا هي اللي غادي نحاوله نسحبه منها هذا الفلوس ديالنا غنجيو لهذه الخانة اللي فيها السحب وغادي نحاوله نضغطه عليها من بعد كنتظره قليلا إذا هنا غطلع لنا هاد الصفحة باش نحاولو نملؤو البيانات ديالنا هنا كيقول لنا منين بغيتو تهزو الصود ديالكم او الحساب ديالكم هنا غنجيو نختارو البطاقة اللي عدنا فيها الصود ثم هنا كنلقو مباشرة الى الحساب المربوط مع بايونير كما هو مبين في الحالة ديالي عندي ثم هنا كندخلو المنطن او المبلغ اللي بينا نحاولو اللي هو ميتين وستة وتلاتين دولار ثم هنا غي يعطينا المقابل دياله اللي هو الفين و تلتمية و واحد و تلاتين دولار وأخي بحاجة لما كنحملش في بايونير فاش كنبغي نحاول الفلوس ديالي من بايونير البنك المحلي ديالي هو سعر الصرف اللي كيتبقوا علي بايونير فلاحظوا معي يا أخوتي إن سعر الصرف هو 9.87 يعني دولار واحد كيتبقى علي بـ 9.87 في حين إلي جيت لجوجل و شفت السعر انت على الصرف الحالي كاللقى هو 10.17 يعني 0.4 ديرهم اللي كنتمشي لياه في كل دولار يعني ما يقارب تمانياد ريال فهي مسهلة شي لكن عندنا واحد المنطن اللي هو كبير فمثلا نعطيكم تقريبا إلي كنت عندك 100 دولار فغير في هذا الصرف هذا غتمشي لك 100 في 0.4 اللي هي 40 درهم يعني كل 100 دولار غتمشي لك فيها 40 درهم غير في الصرف اللي تبقوا علينا هاد بايونير وباش ما نضلموش بايونير فجميع الأبنات سعر الصرف ديالها انت على البيع ماشي هو سعر الشراء وبالتالي كيكون هاد الفرق لكن أنا ومجموعة من الأصدقاء كيف يفضلوا انهم يديروا هاد العملية بدل ما يمشوا بيبيعوا الصوت ديالهم ويكونوا معرضي للخطر ان نفلسهم بالكامل تمشي لهم لذلك هاد هي اأمن طريقة باش تحولوا الفلس ديالكم للحساب البنكي ديالكم المحلي اذا انا غايعطوني تقريبا المقابل ايش هل غايديوز ليا بالدرهم من اللي غادي نتأكد من المعلومات ديالي ومن المنطن اللي بغيت ندوز معلي سوانا كنعطي واحد الوصف فهو اختياري نقدر هنا مواما يعني انا غا نصفته لرصينيت ثم هنا كندير مراجعة وبالتالي هنا غادي يعطوني المعاملة ديالي من الى ثم مبلغ السحب وكذلك سعر السحب وهنا غايعطوني مبلغ الإيداع والوصف كذلك يعني جميع المعلومات المتعلقة بهاد المعاملة ثم غادي ندير السحب ثم مباشرة غادي نتوصل برسالة في الجيميل ديالي فيه لقد استلمنا طلبك الخاص بسحب الأموال من حسابك لدى بايونير سيتم إيداع الأموال في حسابك البنكي في غضون يومين قد تستغرق عمليات السحب المطلوبة خارج الساعات العمل يوم عمل إضافي في بعض الحالات قد تستغرق المعاملة المالية وقتاً أطول من المقدر إذا واجهت تأخيراً لأكثر من خمسة أيام فالتصل بنا يعني هناك يعلمونا باللي هذا الفلس ديالك ماكسيموم 48 ساعة يعني يومين غادي تكون وصلاتك لذلك أخوتي إلاجت مع السبت وحد فما تحسبوه السبت وحد وأوقات خارج العمل لأنها ما كتتحسبش وبالتالي تقدر توصل التالة أربعيان إلى دوز يوم مثلا النار السد لكن في الإجمال إلى فتة خمسة أيام ما لكم سوى تواصله مع السبور أو الدعم ديال بايونير هو غيحلكم المشكلة وهذه من أحسن الميزات لك هنا عن بايونير فهو ما كردع لك في الحال ودائماً كيحلو لك المشكل وكتكون راضي على السيرفيس دياله إذن هناك يعطونا كذلك المبلاغ ورقمنا المضغيعي ومجموعة من المعلومات الخاصة بها التونزاكسيون اللي قمنا بها وبالتالي هنا غن تسلنا ويومين إن شاء الله وغادي توصلنا الفلوس ديالنا بكل سهولة وبكل أمان والأهم هو الأمان أخوتي ففلوسك باش تصفتهم أنا كنفضل نخلص عليهم خمسة في المية ستة في المية ولكن نكون ضامن ومؤمن على أنهم غادي يوصلوني ولا نقوم بشي معاملة في الخفاء ويقدر تمشي لي فلوسي كاملة إذن أخوتي هذا هو الشرح للدرس ديال اليوم نتمنى أن يعجبكم لا تنسوا الفيديو مع الأصدقاء وإذا كانت أغير اختياتي أول زيارة للقناة لا تنساش الاشتراك وتفعيل جرس باش يوصلكم الجديد ديالنا أول بأول ودمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر